فأنا يمكن الكلام ده بيخليني بقعد أفكر معاكم مرة تانية أنا آسف بصوت عالي حبتين المسألة بتاعة الساحل دي مش عايزة هتبقى هي الترند بتاع الصيف أو ما هو رائج ومتنامي في الصيف فتبقى دي موضة الحديث في الصيف وتندر مواقع التواصل الاجتماعي لا بجد خدوها جد ده بتكلمك حقيقي خدوها جد اللي بيحصل ده هو انعكاس لإحلال قيمي الفلوس أهم من أي شيء وبالتالي تبقى المنظرة أهم من أي شيء عشان ما أقولكش الكلام معقد لأنها يعني البرجوزية وبتاع بص من الآخر كده اللي أنا أقولك عليه المظاهر برجوزية هي المنظرة الخيبة اللي ما لهاش أي معنى خالص هجي يقولك الودة شكرا آه والله العظيم بس بالمناسبة يعني هو تاني اوعى تفتكر من كلمة ياساني ولا ماركسي ولا اشتراكي ولا شيوعي ولا 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 دي كلمات تعيبة هي كلمات لطيفة وحلوة نتفق ولا نختلف وملهاش علاقة بأنه دول بقى عادة بيكرهوا الطبقات الإطلاق إطلاق الرجل عايش كويس جدا الحمد لله والشكر لله حلو؟ المسألة مش كده وتربيت على كده يعني بس مش دي المسألة هي المسألة إنه من إمتى المظاهر الكدابة كانت قيمة أنا معرفش يعني أنا يمكن أطلب وأطالب وأناشد بأنه حقيقي لازم نشوف هو إحنا فعلا محتاجين ندي ترخيص كومباونز وقرة تاني ولا كده كفاية؟ أنا بفكر بصوت عالي والله بجد ما يمكن مع الحكومة هل إحنا محتاجين نعمل المجتمعات المغلقة دي الجتوهات؟ الجتوهات دي لما ظهرت ظهرت في التمانينات عندنا أواخر التمانينات أول التسعينات ظهر الجتوياه ده إنه نعمل كومباوند في مصر بتاع الناس اللي عاوزة تنفصل عن المجتمع عن طبقاته الوسطى وطبقاته الأقل حظا فيبقوا شايفين إن هم فوق المجتمع إنه هم حالة أرقى وأسمى وأعظم من شوية الناس دول وبيقولوا كانوا كده أيام عهد باقت باقس دول شوية تواغش كانوا بيقولوا كده فلو إنت مش ساكن في الكمباوند خلاص أيها إيه ده؟ إيه ده؟ الناس لازم تعيش مع بعض وتتعايش مع بعض ده اسمه السلم الاجتماعي لازم لشكده أنا أقولك أنا بفكر يا طره هل الحكومة لسه محتاجة تدي ترخيص لكمباوند أنا نفسي أفتح عين وغمض العين التانية كده وما لقيش فيه ترخيص كومباوند تانية كفاية هذه المجتمعات والجتوهاد ما نبني مدن ما أنا شايف قدامي العالمين هي زي الفل فل وعمرات لكل حاجة عمرات بتاعة أهلنا لعلى قد الحال وعمرات عشان الطبقات المتوسطة لزيحة لدنا وعمرات عشان الناس الأغنية قوي جدا خانص مدينة بكورنيش بشوارعها بخدمتها أحلى من أي قرية موجودة في الساحل أجمل أروع أبهى طبيعية مكان مدينة نفسي نفسي أمل حياتي ومناعيني نتوقف عن بنا الكمباوند حتى ولو كان الأمر بإنه خلاص كده شكرا جماعة بالقانون ما فيش حاجة اسمها كومباوند خلاص وقرس يحية والكلام ده خلاص كده شكرا احنا بنعمل إما أنه يبقى فيه أوتل أهلا وسهلا أو أنه احنا بنبني مدن وده بالمناسبة هيشجع أكتر على تلاحم وتضافر المطورين العقريين وشعرهم اسمهم مطورين لي يعني مش عايف ليه التسمية دي بوضع دي مش بتاعتنا يا المقاولين والشركات المقاولات الكبرى إنها تتحد مع بعض في اتحادات ضخمة فتبني بقى المدينة من بابها من أول هيا الله بينا نبني المدينة ونتفق على شكل الطرز المعمارية وملا تعملت العالمين إزاي أنا عندي تجربة إيه نجحة من صورة جديدة تعملت إزاي تجربة إيه نجحة قدام عناية شايف أتمنى أتمنى حقيقي إنه ده يتكرر وكفاية بقى كومباوند وقرس يحية ليه؟ لأنه دي حاجة بتخلي المجتمع ينفصل عن بعضه البعض وبتخلي ناس تنظر إلى ناس وبتخلي ناس تبص على إنه هو ده الحلم وده المجتغى إنه نبقى جزء من هذا المجتمع مع إنه مجتمع زائف زائف بكل صور وأشكاله زائف وفي عمقه زائف ده بيخلي الناس تجري على الفلوس مش تجري على النجاح مش على تحقيق الزات بيخلي الناس تظن إنه تحقيق الزات هو في كم الفلوس اللي في الحساب وفي سعر البيت اللي هو شريه وفي سعر العربية اللي هو بيسقها وفي سعر البدلة اللي هو لابس إيه ركو في البدلة الجديدة بتاعتي من المناسبة حلوة أولا عجبان يا سامح والله كويس الله مع إنه النجاح وتحقيق الزات مش كده النجاح وتحقيق الزات إنك تبقى ناجح بالفعل في شغلك وإنك ليه قيمة وإضافة أنا أتذكر مقولة مهمة جدا للدكتور طه حسين هو بيتكلم كان في كتابه على مستقبل الثقافة عندنا في مصر كان بيتكلم على الجامعة فبيقول هو مش مهمة الجامعة إنها تخرج لنا المثقفين لكن مهمة الجامعة إنها تخرج لنا المثقف يضيف للثقافة شو بقى فضل يعني الدكتور طه حسين وصل لفين اشتخر لنا المثقف يضيف للثقافة تحقيق الزات والنجاح الحقيقي إنك تكون إنسان متحقق إنك تضيف للمجتمع بعملك وبإنتاجك الفكري هذا ينتج فكريا وهذا ينتج بيده أنت بضيف طيب